التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار مساء أمس بمقر إقامة القنص للعام بنيسا التقى بعدد مهم من أفراد الجالية التونسية المقيمين بمنطقة الآلب البحري وموناكو وذلك في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى إمارة موناكو واستعرض الوزير خلال اللقاء خطة العمل التي تنتهجها الوزارة لخدمة المصالح الوطنية العليا وفق رؤية شاملة ولتحقيق انتظارات الجالية التونسية بالخارج مؤكدا في هذا الصدد عزم الوزارة على مزيد الإحاطة بالتونسيين بالمهجر والارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المسدات لفائدتهم تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية كما دعا أفراد الجالية إلى مزيد التضامن والتكاتف خدمة للأهداف الوطنية والاعتزاز بالانتماء إلى تونس مبرزا أهمية دورهم في معاذضة المجهودات الوطنية لدفع التنمية باعتبارهم قوة فاعلة وناجعة في الدفاع عن مصالح تونس الحيوية كما عبر أفراد الجالية عن تقديرهم لهذه اللفتة بعد غياب تواصل معهم لمدة سنوات منوهين بهذه المبادرة التي تعزز ارتباطهم بوطنهم وداعينا إلى تكثيف مثل هذه اللقاءات